السلام عليكم كدير أخوتي لبسائيكم بخير تكونوا إن شاء الله كلكم بخير والأخير كنا أعتقدر على البرحة لما نزل هذا الفيديو هذا اليوم إن شاء الله سوف نصوره ونزل لكم اليوم هذه تتمة ديال التفاصيل ديال القادية ديال النصاب ديال الأقادير ليس قريبا إخداء 15 مليار عنده تقريبا 23 و 20 عام هذا النصاب هذا أعرف كيفاش أنه يضحك على السيدات كاملين وبالأخف على ربعات السيدات حيث هما اللي جابرين مجموعة كاملة باش أنه يوصل ال 15 المليار نبدأوا الفيديو ما تنسوناش ملايكات ديالكم بارتاج ديالكم وإن شاء الله سوف تكمل الفيديو من الأول حتى الأخر لأنه في واحد النقاط اللي يتوضيح هي هنا من بعد ما يديروا فيه هو يخليهم يديروا فيه ثيقة باش يضرب النصبية الكبيرة جدال هنا يطلعهم وعطاهم 10 ديال المليون قل لهم هذي خدوه خدوه يعني خدوه خمسة المليون ورجعوا لي خمسة المليون من بعد أسبوع غا يرجع غا يترجع لي فيه دعوتاني هذه خمسة المليون من بعد ما دفت عشرين يوم يعني عشرين يوم بالحساب وقل لهم أجيوا أن تدوا فلوسكم ديال 5000 درهم الواحد اللي هي تقريباً شحال المجموع دياله اللي هي عشرين مليون غا تجيهم عشرين مليون يفرقوها كاملين بالتفاوي هنا باش أنه يدير فيهم واحدة شوية ديال الثيقة بزا ما كين يتيقوا فيهم ذيان باش هو يجي يضرب الضربة الكبيرة دياله ولكن هنا عيط لهم وقال لهم أجيوا ديوا فلوسكم رجعتكم واحد خمسة الاف درهم اه خمسة الاف درهم الواحد اللي هي تقريباً عودتلي المجموع دياله اللي هي عشرين مليون عمكن لهم عشرين مليون هنا شداتهم الخلعة اه شداتهم الخلعة لأنه مبلغ ما كنوش يحلمو بيش حال هادي ما كنوش يشدوه هنا من اللي شدو ديك العشرين مليون حيث هما ما عمرهم شدو هذيك الفلوس رات برقل العشرين مليون رب الزاف من هنا من اللي شدو ديك المبلغ دوك ربعين واحد اللي كانوا دخلوا لعائلات ديالهم أي كل واحد ذات خنث افراد واحدة اخرين من العائلات دياله بحال مثلا انا مدخل جوج ذات دخلت واحدة الاخمسة والثبعة والثمانية اخرين ودوك الجوج حتى وهما ما دخلون افرة اخرين يعني هنا بشد المجموعه هذي تكبر حتى FIRcho هما يفتافدوا تقريبا هنا ثلاثا ديال فييدات هما اللي مكلفين بالمجموعات الالكاملة يعني هما ركين فروع بشد المجموعات ولكن ثلاثا ديال فييدات هما اللي مكلفين بالمجموعات كلBE وثلاثا ذا behind rr 4 لهذا الفييد لغيكوش على الحصيفة كاملة وغادي هرب الأوروبا تقريباً من هما مكلفين بدل مجموعات هادو من هنا ولا تيلقاو واحد المشكيلة شناية لأن كل واحد تدخل لأخر المجموعة ذات تكبرات المجموعة ولو فيها مشاكيل لأن ما يمكنش لأن ثيدة واحدة أو ثلاثة ثيدات أنهم يتكلفوا بواحد سبعين ولا ثمانين ولا تسعين واحد في دقة واحدة من بعد غا تولي خمسالاف ضحية تثوروا مايا هادوك المجموعة اللي كانت صغيرة كلوك يتحلوا فيها فروع بزاف يعني واحد تعيط الأخر واحد تعيط الربعة خمسة ولت خمسالاف واحد في ذاك المجموعة هنا من ثلاثة ثيدات ولو خمسالاف يعني الحفيفة هنا ستكون كبيرة وكبيرة وكبيرة في ذاك تقرى بما文 smoothie المجموعة حيث ان كل شيء يغوت على الخلال وصلوا إلى مرحلة أنهم يخلصون الناس ولوك يلقوا واحد صعوبة وا تثوروا معي الكثير من خمسالاف والأربالاف ولا أول وما كان من المشاكل لحدة مرة او واحد يدوره لدوك الشعب للشعب للأسفل وهناك احد المشاكين اللي هي كبيرة تقريبا هكذا الفياد بدأ النصيب من ٢٠٢٢ شهر عشره إلى ٢٠٢٣ شهر ٢ من هنا غتباً واحد الشخص وهي تكلفت بمجموعة مننا وحد الشخص بدأت يحط استراتيجيات يعني كي بيجل ليهم شنو عيكون هنا مستقبالا من هنا وحد ربع شهر شنو غادي يكون من هنا وحد العام شو حال غا تولي وتشده يعني الذات طمعهم مثلا ولو كيديرو بحل الاثهم تقريبا لدفعات واحد الخمسالاف درهم غان عطيبوها واحد سبعالاف درهم لمدة ديت تلت شهر او دفعات مثلا واحد تمنالاف درهم غان عطيبوها عشرين الف درهم من هنا وحد العام يعني هنا ولا بنادم كي يطمع وتقريبا هاد الستراتيجية اللي كان غادي بيها تقريبا استراتيجية وارة اللي هي ديال الطمع نشان حيتعارف ان الشعب المغربي او بنادم كيفما كان نوع دياله بغا ضروري انه يحسن من الوضعية دياله وهنا سيجيوناس من هاد اللي تنصب عليهم و سيكتبوني انا في الكومنتر تصوروا معي ان 500 درهم كتعطيك 4000 درهم اه 500 درهم المدة دربعة شهر كتعطيك 4000 درهم و 500 درهم كتعطيك 8000 درهم راح حاجة لا تصورش و المدة الثاني دير فتشهر هاد 500 درهم 8000 درهم فاش يخدمها لو اعلم هي رابينا فلوش شي كيعطيها الوحدة اخر باش يسكت الاخر هاد يبعينا تقريبا هما اه تاقوا بزاف لأقصى درجة ولكن هنا مبقاش انه محصور في الناس الضعافة لطبقة الهشة و الطبقة الفقيرة مشان الناس رجال اعمال باش هنا غا يضرب الدربة ديالو الصحيحة لان رجال اعمال ملغي يشوفوا بحالكم ما يبقاش ما يحطوا واحد ال 500 درهم و 700 درهم لا يبدو احطوا الملايين غا تكون صحيحة و صحيحة مزيان تقريبا مبلغ الكبير اللي تحط ليه هو 500 مليون هدا اول شخص حط 500 مليون الشخص الثاني حط 400 مليون الشخص الثالث حط 200 مليون وتقريبا وهذا المعطيات كاملة ما كانش كدير معهم شي وصل بان هو هو تسلم هاد المبالغ الكبيرة راهنا راه ما تدخلش للدماغ واحد دراج الاعمال ضروري خصودي ما يتعامل بستيلو وبالشيك وبالوراق وبكل شيء صراحة ان هذه الأشياء هادي لا مفر منها ولكن ربينا يا مسح لهم الدماغ كانوا يعطيو الفلوس اثبيث ما كيعطيو الشيك باش انه يمشي في حب من البنكة باش تلادر شي حاجة كتبخ انه حج عليه وبيدون وصولات والسيد مقتنع مذيان اللي فيهم الدحايا هادي تقريبا المدن اللي كان فيها الأغلبية دينا الدحايا هي اقادير وطانجا وضربيدا والبعض منها كانوا من مدينة الريباط البعض البعض القليل من الدحايا هادو كانوا تهم من مدينة الريباط وهنا هادو الضحايا هادو وهنا هادو الضحايا الصغار لا يطبق على هشه من اللي شافوا الارباح تدخلهم كثيرا ما اقول لكم اش بدودك اش اللي عندهم ولا لو كيعطيو تهم خمسين مليون سبعين مليون ثلاثين مليون عشرات المليون خمسات المليون يعني هنا ارب الصيف تصوروا معاين انت تكون ذا تكون هاتو الشخص هذا مريح تجعل البلك ديالك فعل ملاير اه اه فعل ملاير رب الزاف بغيت هنا نعرف هاتو الشخص هذا كيفاش كان يخدم باش انو كيضاعف لهم الفلوث ديال الربح ديالهم الى ما كانش ديراد الخطة عادي غتكون هاتو الفلوث اللي يدخله من هنا كيعطيه هنا وهذه اللي يدخل من هنا كيبقى كل مرة يفكته واحد بالطريف ديال الفلوث ولكن هو جامل حفيفة الكبيرة ونأتي لهذه النقطة الاخيرة في هذا الفيديو الثالث لان انا ما زال نستمر في فيديوهات ديال القضية هنا ورد الاشخاص دوك الربعة اللي كانوا مكلفين بالناس كانوا هما لكي يفيرثوا الفلوث من الكود ديالهم بونكير ما كانش هو كي يستعملها الكود بونكير دياله هو وهما لكي يفيرثوا للناس من الحسابات ديالهم الشخصية هنا اكبر توريطة واكبر قالب لكي يستعملها لكي يخرج منها لكي يتعامل مع الناس هذو السيدات اللي كانوا جمعوا الناس هما اللي كانوا كي يتعاملوا معهم هما اللي كانوا كيفيرثوا لهم من الفلوث الخوط الجزء الرابع ان شاء الله غادا غايكون ان شاء الله في القناة باترون تفرجوا في هذا الفيديو من الول تا الاخر واتلقوه هنا في حرف على ما تلقى الفيديوهات الجوج رزق الأول ورزق الثاني ديال هاد النصاب هذا اللي ينصب على عائلات اللي يشرد عائلات خوطي فينوش ملايكات ديالكم ومالبارتاج ديالكم والسلام عليكم